نتحدثنا أمس عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع بناته ومع أصحابه وأمته بشكل عام وليوم كان حديثنا عن تربية النشأ اللي افتتحناه هنا وبمنيره في إشارة بسيطة لبعض الرسائل السلبية والإيجابية التي تغرس في الصغار من حيث لا نشعر لما المعلم يوبخ طالبه أو الأب أو الأم في بيتهم تقول ولدها يا غبي ولا أنت ما تفهم ولا أنت كذا هذه رسائل السلبية لما تقول لها تعالي يا مهندس تعالي أبو عبد الله تعالي أبو فلان عنك تعطيه مكانته وتزرع فيه الثقة هذه رسائل إيجابية وكنت وانتوا داخلين أذكرنا أحد الفضلاء شرواكم عزم العلامة الشيخ محمد صالح عثيمين في بيته جاه الشيخ الرجال هذا اسمه صالح وديوم دخل عليهم ولده الصغير والشيخ ابن عثيمين موجود في مجلس قال تعالي أبو عثيمين يقول لها الأب ولده فاستغرب الشيخ قال وشلون ابن عثيمين قال لأنه اسمه محمد وأنا صالح جعلتك شيخ قدوة الله دائما أقول لها أنت ابن عثيمين ابن عثيمين لأن محمد بن صالح وأنت شيخ محمد بن صالح فهذه رسالة إيجابية ودنا يا عبد الرحمن بداية هذا الحضور المبارك الميمون تبحربنا في هذا المعنى العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذاه اليوم الدين اللهم صلح أما بعد لا شك أن من أهم المواضع ومن أهم ما يهم المجتمعات هي تربية النشأ وتربية النشأ تأتي عن طريقين طريق التوجيه والإرشاد والدلالة وطريق الكدوة الحسنة في الأعمال والتصرفات كلاهما متلازمين القول مع الفعل فإن كان هناك قول يخالف الفعل فهناك أيضا وجود شيء في هذه التربية قد لا يكون محمودا وإذا تلازم فبإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يكون الطريق ممهد لتربية هذا النشأ لذا نهيب بالآباء والأمهات والإخوان والأخوات وجميع أفراد المجتمع أن يجعلون القدوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أصحابه ومع أبنائه ومع المجتمع الذي عاش فيه فهذه الاستشعار هذا النمط المحمدي في التعامل وفي التربية وفي التأليف نضرب مثالا على ذلك عندما جاء الأعرابي وكان محصورا فبال في المسجد ففزع الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليوبخوه ويؤنبوه لأنه فعلا فعلا شنيعا وخبيثا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى فماذا كان رد محمد صلى الله عليه وسلم هذا العرابي جاهل وجاء ليتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم وجاء ليأخذ من رسالته فقال دعوه دعوه حتى يكمل حاجته فلما أكمل قال له محمد صلى الله عليه وسلم يا فنان هذه الأماكن ليست لهذا الشيء هذه مكرمة عن هذا الشيء فكان يجب عليك أن تبتعد عن هذا المكان إلى مكان يقضى فيه الحاجة فقال الرد العرابي اللهم اغفر لي ولي محمد فكان الرد من العرابي ناتج عن الموقف الذي تعرض له فنقول دائما أن الموقف يجب أن يكون حليم هادئ متزن يرأف بمن أمامه من النشن كوانا صغيرا وكبيرا أو من يحتاج إلى تربية وإلى في هذه المجالات لذا نقول يعني يجب على الأب والأم أن يعتني بأطفالهم بأولادهم الألفاظ والمعلمين أيضا وللأسف لنا كنا يعني في التعليم ونسمع من هذه الألفاظ التي تدل على التحطيم والتعليم وزرع الكراهية بين الطلاب وبين المعلم وطالب وبين الطالب والعلم فنجد عندما تزور المعلم في فصله يقول المعلم تسأل هذا الطبي يقول هذا غبي هذا ما يفهم هذا متخلق أمام الناس أمام الطالب أمام الزائر فهذه الألفاظ لا يجب ما تجوز طلاقة لأنها تحطم الشخص وتذل الشخص وتجعله يرجع إلى التقوقع وإلى الانعزال على الناس وإلى أن لا يبدي آراءه وأن لا يعمل شيئا لأنه ما يفهم في هذه الأشياء ولا يستطيع أن يقوم بدور فعال في هذه الأشياء حسنت فإذا أيضا كذلك الأب والأم يعني إذا أفهمه كذا أفهم أفهم هذا الشيء لا تقوله غبي ولا تقوله أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا من الألفاظ التي تدل على التحطيم والتحقير والإذنال بل شجعه على الشيء العمل الطيب ممتاز وله يعني في خطأ أحسنت أنت أصبت حول حول الإصابة حول الإجابة الصحيحة أنت فأهم بس أنك تحتاج إلى تركيز ومن هذه المنطلقات لا شك أن كدوة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في التربية وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم ولنا في التعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كدوة حسنة في التربية لا شك مع الصغار والكبار بدلا من المواقف أيضا الأخرى أنه كان صبي أطفال المدينة يلعبون فكان عمر بالخطاب قادما فهرب الأطفال إلا عبد الله بن الزبير وكان صغيرا فقال له عمر لماذا لا تهرب فلما فعل شيئا حتى أخافك أهرب منك لماذا فلا شك أن التربية لها دور كبير في تنشيعة الأجيال وفي إبداء العراء وفي الأعمال التي يرادوا منهم الله يبارك فيك أبو الدرحان أتزاك الله خير صلى الله عليه وسلم نبي محمد إشارات مهمة كل إشارة تحتاج لها يعني وقت طويل فإزاك الله خير أنت لخصتها في دقائق الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا بد أن نجعل هذه الآية دائما نصب عينيون لأنها هي هي البوصلة هي التي توجه الشخص إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تصحح لك المسار إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فمن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها سواء بسماع أو بقراءة يجد فيها الشيء العجيب يجد أننا بعض أساليبنا وبعض طرقنا مع أولادنا مع بناتنا يعني تجانب الصواب أبو محمد الله يبارك فيك عن هذا الموضوع وعن النشأ لأنهم هم اللي يعنونه بالدرجة الأولى وفيك بارك والله يقولون العين مات على الحاجة وأستادي وشيخي دلالة تركي نعم له الفضل علي أنا كطالب من طلابه والحمد لله الإنسان إذا بغى يتكلم عن النشأ وعن التربية لا بد يكون هناك شيء من النقصان فالجميل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلني على الخير وأن يعيني وإياك وإياكم وإياكم وأنتم المشاهدين على أن نفعل الخير كما ينبغي كما يريد الله سبحانه وتعالى وأن يعيننا على ذلك إذا أردت أن أتكلم عن تربية النشأ أو تربية الإنسان عموما ليس بشرط النشأ قد يكون هناك تربية لإنسان كبير في العمر ليس شرط أن يكون صغير في العمر كما ذكر شيخي عن طريق العرابي عن قصة العرابي اللي جاء إلى المسجد فهذا كبير ولا لا ليس بنشأ لكن الله سبحانه وتعالى هو ولي هذه النعمة ولي هذه التربية ولي هذه التنشئة الطيبة لهذا الإنسان أو لهذا الله سبحانه وتعالى ولقد يقول سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم هذا التكريم الحالة جزء من هذه التنشئة والله سبحانه وتعالى قال في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فاغنى لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا فالله سبحانه وتعالى هو الأول في هذه التنشئة وهذه التربية وهذا العطاء إذن اليتيم اللي ما له إلا أمة وأخذ ونحن نعلم علم اليقين أن الإنسان يستقي المعلومات والحركات والأفكار يستقيها من المجتمع إذا كان هو أمه وأخواته فلن يستقي إلا معلومات نسوية فلذلك إذا كان هذا اليتيم الذي ربى بين أم وأخوات سوف يأخذ هذه الخصال الخصال الإمرأة لكن حننا نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمره الثانية إذا كان الإنسان ما عنده أم وأخوات ما عنده إلا إخوة وأب ماتت أمه ولا عنده أخوات ألم أنه راح يأخذ الطرق التي يعتعامل معها مع النساء لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المجتمع الكبير اللي أنا أعيش فيه وأنتم تعيشون فيه للتأثير على تنشئة هذا الكيان سواء شخص صغير أو متشاب أو كبير الكيان اللي أنا أعيشه ويعيش كل إنسان المجتمع للتأثير اللي هو المدرسة والمحيط المجتمعي ثم الأسرة الوالدين إن كان أو أكلاهما أو أحدهم أحدهما ثم لا نغفل الجانب الأول لو رجعت لك لأن الجينات والخلق الإلهي اللي جعلها الله سبحانه وتعالى وجعلها في هذا الكيان في هذا الكيان اللي هو الإنسان سواء بنت أو ولد أو مجتمع آخر اللي حصل في قوم لوط إلى أنهم مجتمع ولا لا وحصل فيهم خطأ والله سبحانه وتعالى حتى إلى أنها أرسل لهم رسول والله سبحانه وتعالى جعله يدلهم على الخير ويمنعهم عن فعل السوء ولكن أصروا وحتى إلى أنها جاهم عذاب الله سبحانه وتعالى الثانية الثانية إلى أنه فيما أخذ هذا التربية إلى أني أنا ربي نفسي لا مات ربي نفسك إلا بتعلم الآخرين ولا يوجد الإنسان عالم من يولد الإنسان وهو جني في بطن أمه ثم يطلع على هذه الدنيا من اللي علمه يرضى من اللي علمه يعني رضاعه يعني حتى الحيوانات من اللي علمه الله سبحانه وتعالى هو اللي علم هو اللي ربه وهو اللي أعطى ثم نقول أنا أربي لا ما أنت تربي المربي الله سبحانه وتعالى لكن أنت سبب مؤيد ومعضد لبناء هذا الكيان سواء بنت حرمة رجل ولد طفل أنت معضد أنت مؤيد أنت مشجع أنت ترفع المعنويات أم أني والأنا فلنقول نقول لله سبحانه وتعالى هو المربي الأول والجينات ثانيا يعني لو قلنا واحد جيناته قد يكون أبيض أوروبي أو أبيض فيه شيء من البياض الزائد ما تدخلت فيها ولا ربيت ولا صنعت ولا كونت وإذا كان بعكس هذا الشخص ما أنت سويت ولا صلحت لكن الجينات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى والأعمال اللي الله سبحانه وتعالى ألهمك إياها هي عطاء من الله سبحانه وتعالى فهذه التربية الأول المربي الأول الله سبحانه وتعالى ثم هذا الدين وهذا النبي وهذا الوالدين وهذا المجتمع اجتمعت وبنت هذا الكيان اللي نراحنا نتمنى أن يكونون أولادنا مثل هذا الإنسان الذي له هذه القيمة وهذه المكانة الحديث عن التربية وعن تربية النشأ وعن اعداد النشأ تحتاج كتب ولا ليست تحتاج مكتبة واخذنا بناء الإنسان في الأمانة بناء الإنسان في الطاعة بناء الإنسان في حفظ القرآن في حفظ الأحاديث في حفظ الكلمات تجد إلى أن عندنا فعلا في وسائل التواصل الاجتماعي نجد فعلا قامات صغيرة هم أشخاص بأعمارهم في العشرينات في الثلاثينات ولكن هم قامات في اللغة العربية نجد قامات في القرآن يطبقون يجعلون تطبيقات ونظرت إلى من أعمارهم إلى أعمارهم توهم في الجامعة أو ما تخرجوا من الجامعة وتجد لهم أنشأوا إذا أخذنا الحديث في هالبحور اللي ما شاء الله إذا وجدنا في أعمال الأخرى الرياضية والرياضيات والأعمال نجد إلى أن فيه ناس من وين جاءوا هؤلاء الله سبحانه وتعالى ألهمهم وأعطاهم وأيدهم ولا ننسى إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل نبي هذه الأمة يتيم الأم والأب ثم نشأة صالحة ولقب بالصادق ولقب بالأمين يعني كل الألقاب التي تشرف موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم من وين جت؟ هل جت من أب من أم؟ من أم؟ لا بل هي جت من الله سبحانه وتعالى والمجتمع كان خذلت ترى ولكن الله اللي رفعه يتيم الأب والأم وخذلها المجتمع ومجتمع لم يساعده لم يساعده ولم يوقف معه وقف ضده وقف ضده والله سبحانه وتعالى جعله في هذا المقام السامي الرفيع سبحانه وتعالى كما يقال اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام من محمودة فالله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أن يجعلنا ممن يشرب من حوضه جميعا و أن يسقينا و يسقيكم من حوضه و أن لا يضم ماء بعدها و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي و لكم و الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى الله يزالك خير و محمد فعلا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا و رسولنا و قدوتنا و هذا الذي يجعل الواحد يحتذي و يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم لما يقرأ و يسمع مثل بعض هذه المواقف التي تفضلت بها أبو محمد أبو منيرة مرحبا حكم قربك يعني الجيل الحالي خاصة للنشأ اللي هم المرحلة الابتدائية و انذكرت في بداية حديثك أني أنا أتعامل معهم معاملة جيدة أرسلهم رسائل تعز الثقة فيهم نبيتذكرنا بعض المواقف اللي سمعتها من أحد من الزملاء لا أنا ما أسمع أنا أطبق أقصد من الجانب الآخر اللي هو الرسائل السلبية السلبية لأنك تكلمت عن الرسائل الإيجابية اللي تفضلت بها تكلم عن الرسائل السلبية اللي أنت سمعتها من قريب مثلا عندك في المدرسة أو في مدارس أخرى تفضل الآن بالنسبة لي إذا دخلت على الطلاب وهو حتى الواحد اللي دخل على بيته السلام عليكم هذه أنا أطبقها من أول سأدخل على الطلاب سواء هم أولى سادس متوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مننا حتى أقول المدهم اللي يرد السلام عليكم اللي أخذ عشر ردوها كاملة كملوها عشان تأخذون ثلاثين حسنة حتى قلت خلاص أنا أخذي الثلاثين أنت أخذي الثلاثين فأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالي مشرف تربوي قال ترى هذه من أسباب جذب الطلاب بانتباه الطلاب منها إيش تجي على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص شي شي يشدهم خصوصا بعد كان يوم خميس يا سلام والهدايا موجودة على الطاولة والنفسية زينة النفسية زينة يا سلام لكن فيه بعض المعلمية الله هدين أيام يدخل على السلام يرجى يصق بالباب على طول فيلقى عناد من الطلاب يعني ما يتكبرون كل شيء يا الله ظاهرين ما يتهربون من الحصة رايح وينك يا ولد حتى أحيان أكون أنا فاضي ألقاهم بره وش عندك تعال تال يلا داخله أنا أدك أستاذ بس عشان عشان يدى المرة فأنا قلت ميد المعلم له طبق السلام السلام عليكم حتى لو تقول السلام عليكم مهم لازم رحمة الله بركاته طبقها أنا طبقها مع الطلاب سواء أولي حتى الأخير ألقي قبول طبقها أسبوع قال والله هني أشوى سلكة أموري قلت و بعدين ها ترى بعضهم يتعيب ذحين تصاد سأعطيهم نجمة ترى ما تكلف عليك شي حط نجمة ولا ممتاز أعضب إذا كتبت أحسنت ما كالنكعة كتبت لشي ولا إذا وقعت بس يا الله توقعت خصوصا فصل أربعين طالب لا ريح أحسن ممتاز هذا من اللي كانت بدل خطنت ولا أحد من الأخوان كترى خابر أخوك درست الأول لا أنا أستاذ طب يكتب عندي يعني ها تشجح مطلح مع الصبورة يلا خصوصا بعض الحركين اللي في حركة كثيرة ما هو بت خله يمسح الصبورة خله عريف خله نائب عريف إرسله إذا بغت شي ورقة هلأ شي يفرق الطاقة لأنه ابتداي طالب ابتداي ترى حرك نقر في محلة عشرين دقيقة هزين أنا درسته لأ بعضهم يجلس على الطاولة عندي أنا نائب المعلوم وأنا قدامه والكرسي وين قلت أنا واقف هنا لا كرسي الطالب هم موجود موجود بس على الطاولة حين الولد يمكن يشاهدون فهي سابس يجلس على الطاولة أنا نائب المعلوم طيب نائب المعلوم طيب يجلس على الكرسي هل وبقتهم هل عاتبتهم على لا لا أنا دارس كلية معلمين في عند العلمس النفس التربو إن الطالب الابتداي حرك أصلا لدي كل بيت حرك أخليهم مع راحتهم ما أخذوا راحتكم مرة بس أهم شي لا تخطي علي زميلك زميلك هذا خط أحمر لأنه يخطي عليه وهو عندي مشكلة دي حتى بعضهم يقول لا خلاص حتى بعضهم يتكلم على زميلك تخبر الطلاب صار أمك فلا أنا قلت ما فيه اللي خلاص كذا ترى ما تحرم من الجائزة لا خلاص أستاذ أسف وتأسك و لا تأسف مني تأسف من زميلك لا ترد أزميلك بعض الزملاء يطبق بس السلام السلام هذا سنة ورد دواجب وتكسب ثلاثين حسنة والطالب يكسب ثلاثين حسنة وتعودهم على السلام حتى بعضهم يظهر السلام عليكم حتى إذا جاءك الطالب لا تتجاهله إذا سمعت السلام خلاص رد السلام حتى لو طالب مزعلي كل شي أقول لهم يدون المعلمين في بعض المعلمين خذب نصيحتي و هذا قلت أبدأ الجوائز أبدأنا مستعد أجيبك جاعد الله تزكي فعلا انتكرت نقاط أهم نقطة اللي فتت انتباهي غرست قيمة اللي هو السلام فأعتادوا عليها وهنا شيء طيب هذا اللي يحتاجه النشأ في هذا الجيل الشيخنا أبو عبد الرحمن من يقول أن النشأ في هذا الزمان لابد أن يكونوا كالنشأ في وقت محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ لأنه صعبا أن يكون نفسه أبناء الصحابة بشكل تام لكن اللي نريده أنهم يحتدون بهديهم ويقتدون يمشون على خطواتهم يسيرون على هديهم أو عندك رأي آخر بسم الله الرحمن الرحيم